نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعنوين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وولاية بن عروس تسجل رقما قياسيا في حالات شفاء من الفيروس خلال اليومين الماضيين نحو ألفين ليبي يخضعون للحجر الصحي الذاتي في وحدات فندقية في جرجيس بمدنين ويطالبون السلطات الليبية بالتسريع في إجراءات عودتهم إلى ليبيا عدد الوفيات بكورونا يتجاوز سبعة وسبعين ألف والإصابات تلامس أربعة ملايين شخص عبر العالم وتواصل الأزمة الدبلوماسية الحادة بين واشنطن وبكين بشأن مصدر الفيروس أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الأخبارية بعد قيامها بألف واربع مائة وثلاثة وخمسين تحليلا مخبريا سجلت وزارة الصحة أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى ألف وثلاثين حالة مع تسجيل حالة وفاة فيما ارتفع عدد الذين تمثلوا للشفاء من فيروس كورونا إلى ستي مائة وثمان وثلاثين حالة أعلنت وزارة الصحة تجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وذلك بعد صدور نتائج ألف واربع مائة وثلاثة وخمسين تحليلا مخبريا مائة واثنى عشر منها في إطار متابعة المرضى السابقي ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى ألف وثلاثين حالة مؤكدة مع تسجيل حالة وفاة ليصبح بذلك عدد الوفايات خمسا وأربع في المقابل ارتفع عدد الذين تمثلوا للشفاء من فيروس كورونا إلى ستي مائة وثمان وثلاثين حالة فيما لا تزال حوالي ثلاثمائة وخمسين إصابة هي بصدد المتابعة ويقيم حاليا أربع وعشرون مصابا منهم بوحدات الإنعاش هذا وسجلت ولاية بن عروس وفق المندوبية الجهوية للصحة خلال ثمان واربعين ساعة منقذية رقما قياسيا في حالات الشفاء من فيروس كورونا حيث تماثلت للشفاء تسع حالات جديدة بعد التأكد مخبريا وطبيا من تعافيهم نهائيا من هذا الفيروس ويتزامن ذلك مع عدم تسجيل الجهة لأي إصابة جديدة إلى حدود يوم أمس كما أثبتت الإحصائيات أن ولاية جابس لم تسجل لليوم السابع عشر على التوالي أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأن أربعة عشر شخصا أثبتت التحليل شفاءهم التام من هذا الفيروس من بينهم مواطن جزائري وآخر أردني أهمية ووضع الكمامة للتوقي من عدوى فيروس كورونا اختلفت فيها المواقف بين من يرها قناعة وضرورة للتوقي من العدوى وبين من يعتبرها غير ملزمة كاميرا الأخبار رصدت بعض مواقف المواطنين في مدينة مدنين وضع الكمامة لدى عديد المواطنين يرونها ضروري وارتداؤها قناعة منهم للوقاية من خطر كورونا أما لدى مواطنين أخرين فيعتبرونها غير ملزمة آراء مختلفة ميزت المواطنين بمدينة مدنين بعد انطلاق العمل بالحجر الصحي الموجهة في مرحلته الأولى بالنسبة لكمامات الطبية العادية جيطابل متوفرة بكميات كبيرة ومسعرة بـ 500 فرنك لجميع المواطنين بالنسبة لكمامات المدات التغسل توفرت أما ليس بكمية كبيرة جربنا كمية أمس كملت وأنا نستنع في كمية ثانية ما بين اليوم أو أقول الحقيقة إن شاء الله تكون موجودة في الصيدلية حجر صحي موجه أقرت فيه وزارة السحاب بضرورة وضع الكمامة من قبل المواطن إلى جانب توفرها في كل صيدليات وبأسعار موحدة ومحددة من الدولة أسعار رسدنا مدى العمل بها من أصحاب الصيدليات بمدنين مؤكدين إقبال المواطن على شراء الكمامات النسبة اليوم بالكيبة وهاجدنا كمانات بلك شراء فيها شاجة ذي معنا اليوم فما إقبال من المواطنين بس فيها والله هناك شوف فيه الشارع أنت شارعها مش كثرة لعبات مش لابس لا تفهمني أعمال ليقي للفما هل تجلبوها معنا تكمل؟ تكمل يقول لك أنا أحنا مستجي 300 كعب ورس كملوا قاعدوا منهم حاج كليب أنا أنا أخرج أبرا في عندي الثاني البرن أخرج أبرا وقدين أخرجوا هذه من نحية أما أخش في البلاد أنا أتعملها الله ينوي بشرياء لك ما أشوتها مشيتش لصيدليات معنا اليوم شوفتها موجودة المشووجودة؟ نا مشيتش لا أنت عن قناعة تحبت البسها ولا لا؟ الله يشب يا أشان قناعة عدم وضع الكمامة لدى أغلب المواطنين اعتبره وزير الصحة من أبرز الإخلالات في فترة الحجر الصحي الموجهة علما وأن الكمامة توفر حماية للشخص قد تصل إلى 70% هم شبان خيروا العمل التطوعي من الهلال الأحمر التونسي في شهر رمضان بعيدا عن أهلهم بتوفير الإحاطة النفسية والصحية للخاذعين للحجر الصحي بالمركب الرياضي بعيندراهم في مركز الحجر الصحي بالمركب الرياضي بعيندراهم عمل متواسل من المتطوعية لهلال الأحمر التونسي على الإحاطة بالخاذعين للحجر الصحية الإجبارية الحمد لله كمنا اليوم الأربعة عشرين يوم الحجر الصحي المواطنين الموضوعين على ذمة عيندراهم وبنمتير كانت الإحاطة بهم رحاتها نفسية صحية والإعاشة كيف كيف قمنا معهم ويجبنا كما يجب مدة أربعة عشرين يوم الحمد لله الليلة يتموا الليلة الأخيرة الموجودة في المركب الرياضي بعيندراهم والمركب السياحي ببنمتير شبانوا انخيروا العمل التطوعي حيث هجروا عائلاتهم خلال أيام شهر رمضان المعظم ليساهموا في تنظيم الصفوف أمام المؤسسات الإدارية وفي جمع التبرعات وتوزيعها على مستحقها وفي نجدة عدد أبناء هذا الوطن في شهر رمضان خلوا ديارهم والطوعوا معنا في النهار في الليل خدمة لأخواتنا وخدمة للوطن في شهر رمضان قمنا عام تأثير الشامل معناها كصحة أمور نفسية موضة غذائية معناها توفير شقنا الفاطر والسحور من جهة أخرى أنها أربعة وأربعون شخصا قادمين من جرب اليوم فترة الحجر الصحية التي خذعوا لها بالمركب الرياضي بعيندراهم ومركز الاستياف بابنم تيرا حيث عمل متطوعوه الهلال الأحمر على مرافقة هؤلاء الأشخاص تلت فترة الحجر الصحية أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مذكرة تتعلق بإجراءات استئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة وتنص المذكرة على استئناف العمل تدريجيا على ثلاث مراحل تمتد من الرابع من ماي إلى الرابع من جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الإختصاصات العدلية والمالية والإدارية كما نصت المذكرة على استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية وصحية حرجة تخصهم أو تخص أبنائهم ويتولى المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل تأمين حضور المحامين في الجلسات مع مواصلة العمل بالتدبير الوقائية من فيروس كورونا تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذي صدر مؤخرا ونظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا أن تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحيته أعلنت الخطوط التونسية تبعا للتمديد في تاريخ غلق المجال الجوية التونسي أن التذاكر المقتنات قبل تاريخ الحادي والثلاثين من ماي الجاري والصالحة للسفر بين الثالث من مارس والحادي والثلاثين من ماي 2020 يمكن التمديد في سلوحيتها إلى غاية الثلاثين من جواء 2020 نحو نفس الوجهة ودون معالمة إضافية ويمكن للمسافرين بخصوص الرحلات المبرمجة بعد تاريخ الثلاثين من جواء 2020 الحصول على وصل مدة سلوحيته 12 شهرا بقيمة التذكير كما يمكنهم تأجيل مواعيد سفرهم أو تغيير الوجهة مع الأخذ بعين الاعتبار للفارق في التسعير حسب ما أكدته الشركة في بلغ لها عبرت عدد من الأحزاب عن رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم ما أسمته بالميليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة لشقيقة ليبيا محذرة من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة وطالبت هذه الأحزاب وهي الطيار الشعبي وحزب العمال والحزب الاشتراكي وحركة البعثة وحركة تونس إلى الأمام وحزب القطبة في بيان لها مساء أمس طالبت بموقف واضح في رفض التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وذلك إثرى هبوط طائرة تركية في ساعة متأخرة من ليلة الخميس السابع من ماي بمطار جربة جرجيس بالجنوب التونسية مضيفة أن معطيات متضاربة رفقت هذا الحدث وفق ما جاء في البيانة كما طالبت رئيس الجمهورية بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب المرتزقة من سوريا أو بشكل مباشر لما يشكله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين واعتبرت أن التضارب والغموض الحاصلين في علاقة تونس بتركيا خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي يؤكد أن المخاوف الشعبية من تنام النشاط التركية الدعم للميليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا على الأراضي التونسية وهو ما يشكله خطورة بالغة على الأمن القومي لتونس والمنطقة ككل وأشرت في ذات البيانة إلى أن وكالة الأنباء التركية أو التركية أوردت أن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس ليتفاجأ الرأي العام في ساعة متأخرة من الليل ببيان صادر عن رئاسة الجمهورية يفيد بأن الطائرة تحمل مساعدات طبية لشقيقة ليبيا وأن تونس هي من ستتولى تمرير هذه المساعدات مضيفة أن أخبار أخرى راجت في وسائل أعلام دولية تؤكد أن الجانب التركي وضع السلطات التونسية أمام الأمر الواقع بما يعني أنها لم تكن على علم بقدوم الطائرة قبل مغادرتهم إلى بلدهم يخضع حوالي ألف ألفي ليبي للحجر الصحي الذاتي في عدد من الوحدات الفندقية بجرجيسة مطالبين السلطات الليبية بالتسريع في إجراءات ترحيلهم إلى بلدهم في معتمدية جرجيس يحظى حوالي ألفين من المواطنين الليبيين العليقين في تونس بمختلف الجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية والإحاطة النفسية والتموينية في فترة خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي الذاتي في عدد من الوحدات الفندقية بالمدينة قبل المغادرة إلى ليبيا مطالبين باش نوفروا لهم الرعاية اللازمة وتطبيق الحجر الصحي لما فيه معناها حماية للشعب التونسي والشعب الليبي اليوم معناها الحجر الصحي قاعد معناها يتطبق بكامل حدفري تعقيم النزل معناها من البلدية كانت معناها بفرص متعدة كل نهار بعد نهار يجوي عقم الفندق بالنسبة للبلدية الجريش الشمالية تم إيوى قرابة 1732 مواطن ليبي عالقين بالبلاد التونسية موزعين على ثلاثة وحدات فندقية بالنسبة للأشقاء هذوم معناها هم عظيفان بحذانا نحن باش نخدمونهم ونأملونهم الخدمات الكل ومع ما يقدم لهؤلاء العالقين من عائلات وأفراد من خدمات ضرورية متنوعة وتقايدهم بإجراءات الحجر الذاتي الوجبية يظل الإسراع بتأمين مغادرتهم المطلب الأساسي لهؤلاء العالقين مطلوب نحن نبقى الروحه قاعدنا باني تولية 60 يوم هنا ملوح صغاري في ليبيا واني في تونس حجر صحي قدرتها مرتين وقاعد ما روحتش ماذا بينا نحن نسرحوله بالترحيل باش نروحه لصغارنا أول شيء نحن طبعا الليبيين اللي علقين في تونس جمهورية التونسية هنا معظمنا اللي كان في علاج واللي كان في عمل واللي حسب ظروف كل شخص وقطعة بين السبل أنا كيدا نبش نروح لأهلي ضروري نكون متطمن علي نفسي ونكون الحمد لله ومع ذلك يبقى التزام هؤلاء العالقين بإجراءات الحجر الصحي وما يستوجب ذلك من التزام مؤشرا ينتظر منه هؤلاء العالقين تفاعلا خاصة من السلطات الليبية لتأمين مغادرتهم في أقرب الأوقات خاصة خلال هذا الشهر الكريم أكد وزير التجارة محمد مسيليني خلال جلسة استماعا صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلاة أن التحكم في مسالك التوزيع ومخازن التبريد ومكافحة ظواهر التهريب والاحتكار والمضاربة تتطلب رقمنة القطاع وهو ما تشتغل عليه حاليا الوزارة وأشار الوزير خلال هذه الجلسة التي انتظمت أمس حول تنظيم القطاع في ذل تفشي جائحة كورونا إلى أن هذه الرقمنة في طور التقدم وهي حاليا في مرحلة التجارب المخبرية إعادة تنظيم مسالك التوزيع للمنتوج الفلاحي إضافة إلى رقمنته ومتابعتها عن بعض خصوصا فيما يتعلق بالمنتوج المدعم وكذلك إعادة بعض أسواق إنتاج على غرار سوق سيدي بوزيد وسوق باجة وكيفية الطاعة مع وفرة الإنتاج مسائل تمت مناقشتها داخل لجة الفلاحة والأمن الغذائي كما اخذت قرار بتخزين 40 ألف طرناطا من البطاطا لمرحل ترجع الانتاج فترة ترجع الانتاج مقاومة المذاربة في أسعار الخضر والغلال رغم وفرة الإنتاج وإيجاد آليات جديدة تمكن من حسن التصرف في الأسواق مع الدعوة إلى إيجاد الحلول لإشكالية مخازن التبريد هي الأخرى من بين المسائل التي ناقشتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي وزارة التجارة وهذا مقترح قدمناه والسيد الوزير تفاعل بكل إيجابية أنه سيقع ضبطها ضمن منظومة إعلامية كل ما هو مادة تدخل مخازن التبريد يقع معناتها تكون في مترسابيليتي بمنظومة إعلامية حتى تتمكن وزارة التجارة من التعرف على المخزون استراتيجي في الدولة تونسية من كل مادة غذائية أساسية أو غير أساسية اسمحنا وفتحنا التصدير لليبيا فيما يتعلق بالمنتوجات هذه البطاطة والأحليب والبيض والدجاج بدون أي ترخيص مباشرة رقمنت المسالك ورقمنت المخازن حتى يكون عندنا تقفل الأثر في كل المنتوجات الفلاحية ونستطيع أن نراقبها دون أن نلتجي للمراقبة البشرية الإنسانية وهذا يسهل عملية المراقبة وسهل التحكم في الدعم كما تم التأكيد خلال هذه الجلسة على ضرورة الإنخراط في منظومة الرقمنة رقمنة المواد المدعمة وضبطها ومراقبتها للتأكد من وصولها إلى الفئات المعنية بها وفي أخبار العالم تجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا 77 ألف شخص فيما تتجه أغلب دول العالم نحو رفع تدريجيا للحجر وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس الذي عمق الأزمة الديبلوماسية بين واشنطن وبكين تجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا 77 ألف شخص فيما لمس عدد الإصابات الأربعة ملايين نصاب هذه الإحصائيات صنفت إيطاليا أول دولة في الاتحاد الأوروبي يتخطى فيها عدد الوفيات بكورونا 30 ألف بعدما سجلت البلاد أمس 243 حالة وفاة جديدة ورغم تحذير المختصين من أن مدينة ميلانو تعتبر قنبولة موقوطة فإن السلطات أقدمت على تخفيف إجراءات الغلق توجه اعتمدته دول عدة في أنحاء العالم لرفع الحجر تدريجيا وسط مخاوف من حصول موجة ثانية من الإصابات وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث تفشى الوباء بصورة خاصة تم رصد ما يزيد عن 77 ألف حالة وفاة وداخل الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكدت إصابة المستشرة الإعلامية لنائبه مايك بينس بالفيروس هذه الجائحة جعلت واشنطن في أزمة ديبلوماسية حادة مع الصين مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الفيروس مصدره مختبر في ووهان بؤرة المرض الأولى اتهامات توسعت لتشمل روسيا حيث اعتبرت واشنطن أن بيكين وموسكو يسارعان تعاونهما في مجال الدعاية فيما يخص الفيروس مقدرة حسب الخارجية الأمريكية أن بيكين تتبنى بشكل متزايد ما وصفته بتقنية التضليل الروسية الاتهامات المواجهة إلى الصين عدها تقرير سري لجهاز الاستخبارات الألماني محاولة من ترامب لتحويل الانتباه عن الأخطاء التي ارتكبها في تعامله مع الجائحة وتوشيه غضب الأمريكيين ضد بيكين ومن جانبها جددت الصين أمس تعاملها بشفافية تامة مع منظمة الصحة العالمية وسعيا لإثبات ذلك أعلنت أنها تؤيد تشكيل لجلة تحت إشراف أممي بعد انتهاء الوباء لتقييم الاستجابة العالمية وليس الصينية فقط للفيروس نهاية النشرة مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة وولاية بن عروس تسجل رقما قياسيا في حالات الشفاء من الفيروس خلال اليومين الماضيين نحو ألفين ليبي يخضعون للحجر الصحي الذاتي في وحدات فندقية في جرجيس بمدنين ويطالبون السلطات الليبية بالتسريع في إجراءات عودتهم إلى ليبيا عدد الوفيات بكورونا يتجاوز سبعة وسبعين ألف والإصابات تلامس أربعة ملايين شخص عبر العالم وتواصل الأزمة الدبلوماسية الحادة بين واشنطن وبكين بشأن مصدر الفيروس ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا على المتابعة وشاهية طيبة للجميع اشتركوا في القناة